تراجع بطيء لموجة الحر ابتداء من يوم السبت لتكون الأجواء حارة يوم الجمعة وتبدأ بالانخفاض يوم السبت والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير ما زالت المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية ولكن مع يوم السبت كما نشاهد هنا من خرائق درجات الحرارة تبدأ هذه الكتلة بالانحصار تدريجيا باتجاه المناطق الشرقية لتبقى المناطق الشرقية تحت تأثير هذه الكتلة لفترات أطول ننتقل سوية من هنا لنشاهد كيف تكون الأجواء خلال ساعات هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء تكون صافية درجة الحرارة تكون 22 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة كما ذكرنا سابقا نشاهد أنه ابتداء من يوم السبت حتى الأحد تبدأ بشكل تدريجي الانخفاضات على درجات الحرارة يوم الجمعة والسبت درجة الحرارة 34 ويوم الأحد تكون 33 درجة مئوية أما في ساعات الليل تبقى عند 22 درجة مئوية ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد نبدأها من إربد 34 إلى 23 مفرق 39 إلى 22 جرش 37 إلى 25 درجة عجلون 36 إلى 22 درجة مئوية في العاصمة عمان 34 إلى 22 في الزرقاء 38 إلى 24 في البلقاء 34 إلى 22 مادة 34 إلى 23 وأجواء حارة في البحر الميت 41 إلى 31 درجة مئوية في الكرك 35 إلى 22 في الطفيلة 31 إلى 23 في معان 38 إلى 23 في جبال الشراء 31 إلى 20 درجة مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر